موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أضاء الكون بنوره من العدم وأنار الكون بقدرته من الظلم وأفضل تحية وأسكى سلام للمبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومبتغانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحية طيبة لكنا أيها السيدات العزيزات السادة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم فلينظر الإنسان إلى طعامه سيدات العزيزات السادة المشاهدين نستقبلكم بطيب حضرة رسول الله وبطيب حضرة أمير المؤمنين نرفع إلى المقام المعظم النبوي المكرم حضرة رسول الله والمقام العلوي المبارك أئمتنا سلام الله عليهم لسيما حضرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كل العزاء بذكرى شهادة حضرة أمير المؤمنين عليه السلام هذه الليلة شهادة الولي هذه الليلة شهادة الإمام التقي الورع الذي علمنا أعينوني بورع واشتهاد هذا الإمام الذي آثر على نفسه إلا أن يكون مع حضرة رسول الله كما أراد حضرة رسول الله هذا الإمام العظيم الذي مهما تكلمنا عنه لا تفي اللحظات والكلمات والسويعات ولا الكتب ولا المجلدات بأن تفيه حقه أمير المؤمنين وما أدراك ما علي قوة من الله تبارك وتعالى إمام عظيم كان وما زال حيا فينا حضرة الأمير حي بالتصرفاته بسلوكه حي بنهجه الكريم بنهج البلاغ نهج الحياة إن أردت أن تعرف علي اذهب لمزايا علي إن أردت أن تكونك علي تخلق بأخلاقي علي تمثل بمثلي علي وبأدبي علي علي هذا ليس بإنسان عادي كما يعبر العلماء والشعراء والأدباء وهذا الشاعر اللبناني جورج رداك والأديب اللبناني في ملحمته الكبرى لما انتكلم عن عيد الغدير وتكلم عن الإمام علي وميشيل جحة من الأدباء اللبنانيين الكبار وغيرهم من الأدباء الكبار ولكنني أتحدث بخصوص عن وطني لبنان وأدباء اللبنانيين الذين هم من غير المسلمين المسلمون من البديهي جدا أن يتكلموا عن حضرة علي المسلمون من الطبيعي جدا أن يتكلموا عن حضرة علي ولكن من غير المسلمين يتكلم عن علي جبران خليل جبران يقول أنا تعلمت من علي عليه السلام تلك الفلسفة إلي يا أبو ماضي وخاصة في مزايا النفس والكلمات الشعرية حول النفس وقصيدة النفس وقصيدة طلاصم يقول إلي يا أبو ماضي أنني أخذت فلسفتي وتعلمت خاصة ما يتعلق بأمور النفس والبدن والجسم تعلمته من علي عليه السلام جبران خليل جبران حين يتكلم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أعظم شخصية عرفت في العالم وتعلمته من فلسفتي علي هذه الفلسفة ميخائيل نعيمي مثلا وهؤلاء الشخصيات العريقة جدا في لبنان جبران خليل جبران ميخائيل نعيمة الأدباء القدامى لم أذكر فقط الأدباء في العصر الحديث أدباء عصر النهضة الأدباء العصر النهضة مثلا كما قلنا جبران خليل جبران ميخائيل نعيمي إلي يا أبو ماضي أو عصرنا الحديث الآن ميشيل جحة مثلا سليمان كتاني مثلا حين نقول عن جورج رداق جميعنا يتكلم عن جورج رداق هؤلاء الذين تكلموا بحضرة علي من هو علي حين يتكلم حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله بنص واضح وصريح ما عرف الله مخاطبا حضرة المولى عليه السلام ما عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا هذه المعرفة التي هي كل الإيمان المعرفة هي كما عبر حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفها الإيمان علي سلام الله علي معرفة في القلب وتصديق بالعمل والأركان وهذا هو الإيمان برز الإيمان كله إلى الشركة إلى شركة كله هذا هو حضرة المولى علي علي سلام الله علي من هو مع الناس من هو مع المستضعفين من هو مع الفقراء من هو مع الأصحاب من هو مع الأولاد من هو مع الأطفال نحن بكل أسف لا نعرف عليه إلا ذاك البطل الشجاع في الميدان نعم علي بطل بغوار شجاع في الميدان ولكن هل رأينا علي الزوج هل رأينا علي الأب هل رأينا علي الصديق وهنا تستوقفني هذه الرواية التي ينقلها يعني العلماء عن حضرة الإمام علي بمرافقة الصديق ومرافقة صاحب الرحلة يكون الأمير سلام الله عليه مع أصدقائه أو زملائه رفاقه كما نعبر في عصرنا الحديث يوصل أصدقائه أو من هم معه إلى بيوتهم ثم يعود إلى بيته أحد الأصدقاء قال له يا علي قد قطعنا مسافة عن بيتك قال له لا تسأل لا إشكال في ذلك إنني أطمئن عليك أوصلك إلى بيتك ثم أعود إلى بيتي شفوا أدب حضرة الأمير عليه السلام نحن بكل أسف بعض الأشخاص إذا كنت أنت وهو في نفس الحي وفي نفس الشارع وفي نفس المنطقة وتمر من أمام بيته وعملكما في نفس المكان يمر من أمام بيتك ولا يقول لك تفضل يا جاري تفضل يا صديقتي لأذهب أنا وأنت إلى مكان عملنا أي أدب من أداب علي أو علي الزوج علي الزوج الغيور علي الزوج العفيف علي الزوج الغيور على أسرته على أبنائه وقد شهدنا ذلك حين أرادت حضرة زينب سلام الله عليها أن تذهب لزيارة قبر أمها الزهراء سلام الله عليها أطفأ السراج الحسن عن يمينها الحسين عن شمالها العباس بيده روحي في دا مكنسة صغيرة يمحو آثار زينب وزينب بذاك الجلباب الطويل ولكن انتبه لا يمحو آثار الأقدام لأن الجلباب زينب طويل ويمحو آثار أقدام زينب إنما العباس يمحو آثار ثوب زينب سلام الله عليه يمحو آثار زينب سلام الله عليها فإذن هذا هو الأب الذي ربى أبنائه على العفة هذا كله يا سيدات العزيزات من آثار التربية الروحية والإيمانية ألم يتناول الطعام عليه؟ بلى ألم يتناول الطعام حضرة رسول الله؟ بلى ألم تتناول الطعام حضرة الزهراء؟ بلى ولكن بماذا كان مجبول هذا الطعام؟ بحب الله تبارك وتعالى بحب الله عز وجل الذي معجون ومجبول في هذه الفطرة الصادقة وهذه الفطرة الطاهرة حتى كان لهذا الطعام الأثر العظيم على الجسم والبدن والروح والنفس وانعكس في الميدان فكان علي قالغ باب خيبر فكان الحسين سلام الله عليه في أرض كربلاء فكان العباس مع أم البنين سلام الله عليها هو العباس ذو البأس الشديد في ميدان كربلاء مع حضرة الإمام الحسين عليه السلام أو كان كريم آل البيت الحسن المجتبة سلام الله عليه فإذا أيتها السيدات العزيزات الطعام له آثار عظيمة وفي ليلة علي لم يقدم لعلي الأصناف الكثيرة من الطعام كان عند ابنته يتناول طعام الإفطار وهكذا هي العادات يفرح الأبناء بأن يأتي آباءهم إليهم إذا كانوا في بيوتهم متزوجين سيداتي أحبائي الأبناء المحترمون افرحوا إذا كان في بيتكم عجوز افرحوا إن كانت الجدة أو الجد في بيوتكم سواء أب الأم أو أب الأب يعني أمك أيها الزوج أو أبيك وأمك أيها الزوجة أو أبيك كليكما افرحوا لوجود هؤلاء في بيوتكم قدموا لهم الخير قدموا لهم المحبة قدموا لهم الرعاية لا تقل لأبيك أو لأمك أو لحماتك كما نعبر لحماتك تتناول الطعام البائت من الليلة الماضية لا أريد أن أعد مائدة جديدة لأن حماتي ستفطر عندنا هذا اليوم سيدتي الحبيبة كما تتعاملين مع أمك تعامل مع أم زوجك كما تتعامل أيها الزوج العزيز أيها الأخ العزيز مع أمك تعامل مع أم زوجتك تعامل مع أب زوجتك تعامل مع أخت زوجتك وأنت أيضا سيدتي العزيزة انظروا سيدة أم كلثوم كان موعد الإفطار أمير المؤمنين في بيتها قدمت له تريد أن تكرم أباها في مائدة الإفطار قدمت أكثر من نوع من الطعام ما هي هذه الأنواع اللبن والتمر وخبز الشعير قال ارفعي أحدهما يا بنيتي لا أريد أن يطول مكوث أبيك على الصراط هذا علي الذي يخاف من الجبار علي قال عباب خيبر يخاف من الباري تبارك وتعالى أين نحن من علي أين نحن أيها الأحباء الأعزاء فإذا سيدات الحبيبات لنلتفت لما نقدم على موائدنا لا تضع الأطباق والأصناف والأنواع لعدة أسباب أولا في الإسلام هذا غير صحيح ومن الناحية النفسية ومن الناحية الطبية هذا غير جيد يؤثر على المعدة ويؤثر على البدن يؤثر عن كل هذا فلأجل ذلك أياتها الحبيبات العزيزات التفتنا ماذا تقدمنا أمير المؤمنين سلام الله عليه تناول القليل من اللبن الذي ذكرنا سابقا أنه ألبان البقر دواء كما ورد عن حضرة المولى علي وربما الشاهد يعني الشيء بالشيء يذكر وربما حين دربت علي عليه السلام ولم يستطع أمير المؤمنين أن يتناول أي طعام كان فقط تعامه اللبن أو الحليب جاء الأطفال بأطباقهم من اللبن والحليب لكي يشفى أمير المؤمنين عليه السلام وقفوا أمام دار علي عليه السلام يتركون الدار أعطوا هذه شربة من اللبن أو من الحليب لأميرنا لوالدنا هكذا كان يناديه الأيتام أحد الأطفال يصور أحد المنبريون أنه هناك طفل صغير كانت قد أخذ الحليب الخاص له ولأنه سقيل وحار قليلا وضع هذا الحليب على قطعة قماش على رأسه فبدأ وخلال الرقد والمشي ينزل هذا الحليب على رأس هذا الطفل فانزعج وبكى أنه أصبح قليلا اللبن الذي سيقدمه أو الحليب الذي سيقدمه لأمير المؤمنين بدأ هذا الطفل الصغير يمسح نقاط الحليب عن وجهه ويعود ويضعها في الكوب انظروا يا أحبائي هذه التربية هذه التربية التي كلما ذكرنا أهل البيت عليهم السلام مع كل طعام كل شراب نتذكر أحزانهم نتذكر أفراحهم نتذكر عطش الإمام الحسين كلما قدم لنا الشراب كلما قدم لنا الماء لا تنسوا الإمام الحسين اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا اللهم العن ظلمت الإمام الحسين وقتلت الإمام الحسين ثم اشرب الماء هنيئا مريئا أذكروا عطش الإمام الحسين خاصة بوقت الإسحار وقت السحور خلص 12 ساعة 6 ساعات 10 ساعات 15 ساعة من الصيام بحسب كل بلد ولكن وقت السحور أذكروا عطش الإمام وقت الإمساك أذكروا عطش الإمام اللهم العن من قتل الحسين عليه السلام اليوم حديثي عن التمر الذي كان غذاء غذاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه وأكدت الروايات عن هذا التمر وإن شاء الله في هذه الليالي المتبقية من شهر رمضان نتحدث في كل يوم أكثر فأكثر عن نوع من الأطعمة المهمة في شهر رمضان سيدات الكريمات الروايات كثيرة وكثيرة عن موضوع التمر سيداتي العزيزات السادة المشاهدون إن شاء الله عن فوائد التمر وما هي أهميته ومع الرواية التي تستوقفنا دائما بيت بلا تمر جياع أهله إن شاء الله حلقتنا المقبلة عن فوائد التمر وما زلنا بصدد برنامجكم فلينظر الإنسان إلى طعامه دمتم موفقين الله بأمانتنا نلتقي لنرتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر